ومن يقوم له عز وجل؟ والعرش أثقل المخلوقات وزناً أيضاً كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزوجه جويرية لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لو وزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه ومذاذ كلماته رواه مسلم لاحظة في أشياء لها حصر عدد خلقه وزينة عرشه وفي أشياء لا حصر لها رضى نفسه ومذاذ كلماته الحديث رواه مسلم قال يا شيخ السلام تيمين رحمه الله المقصود بالحديث نهاية ما يمكن من الوزن وغاية ما يمكن من المعدود يعني أكبر معدود في الدنيا وأكبر وزن في الدنيا العرش قال وغاية ما يمكن من القول والمحبوب لأنه قال عدد خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه ومذاذ كلماته نهاية ما يمكن من الوزن اللي هو وزنة العرش وغاية ما يمكن من المعدود اللي هو عدد خلقه وغاية ما يمكن من القول والمحبوب رضى نفسه ومذاذ كلماته بيان تلبيس الجهمية وقال في مجموع الرسائل والمسائل وزنة عرشه وزنة عرشه يبين أن زنة العرش أثقل الأوزان وقد اددح الله نفسه في كتابه أنه صاحب العرش فقال رفيع الدرجات زل عرش وقال فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش العظيم وقال الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم وفي دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم رأوا البخارية المسلم وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد إذا قل ذو العرش المجيد تكون المجيد صفة لمن لله الغفور الودود المجيد وإذا قل ذو العرش المجيد طيب فإذا القراءة وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد هيا من أسماء الله فقوله ذو العرش صاحب العرش المعظم العالي على جميع الخلائق خص الله العرش بالذكر لعظمته يعني شوف ما ذكر ذكر هو كلها صفات أسماء لله إلا قال ذو العرش وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فمعناها أن العرش هذا شيء عظيم حتى أنه يضيفه إلى نفسه ذو العرش وأخص المخلوقات بالقرب من الرب تعالى العرش كما في تفسير الطبر يغين كثير والسعدي وفي قوله تعالى ذو العرش المجيد قراءة قراءة الضم هذه تكون إيش من أسماء الله والكسر صفة للعرش فاسم الله المجيد المتضمن لكثرة صفات كماله وسعتها وعدم إحصاء الخلق لها وسعت أفعاله وكثرت خيره ودوامه هذا المجيد طيب إذا قلنا ذو العرش المجيد على قراءة الكسر فعرشه مجيد ذو مجد وقد وصف الله عز وجل عرشه فإذن ذو العرش المجيد هذه المجيد العظيم القوي في نوعه العالي لعلوه وشرفه وصفه للعرش على هذه القراءة بالمجيد بالمجيد طيب هل ورده وصف آخر للعرش في القرآن رب العرش الكريم رب العرش الكريم نظير المجد طيب وأيضا العظيم رب العرش العظيم فإذن رب العرش العظيم رب العرش الكريم وعلى قراءة ذو العرش المجيد وهو أحق المخلوقات أن يوصف بذلك لسعته وحسنه وجماله وبهائه وأنه أوسع المخلوقات وأثقلها وأعلاها وأجملها وأجمعها وبهاء منظرها وعلوه ولا يقدر عظمة إلا الله أكبرها فمجده مستفاد من مجد خالقه والسماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة في فلا والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلا فكيف لا يكون العرش مجيدا فهو عظيم كريم مجيد كما في التبيان في أقسام القرآن لابن القيم والعرش أول المخلوقات طبعا كل هذا في عظمة الله الآن لأن كل هذا العظمة عظمة العرش من أين من عظمة الله أصلا أنت تعظم ربك بما تسمعه من عظمة مخلوقاته فإنه لا يخلق لا يخلق بضم اللام من الخلق ما نقول لا يخلق ليش لأنه يخلق يعني يبلأ لا يخلق العرش أول المخلوقات كما قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء فالعرش كان على الماء عند ابتداء الخلق وفي الحديث كان الله ولم يكن شيء غيره وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض رواه البخاري ومن فضل العرش أن الله استوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته ليس كجلوس المخلوق على الكرسي لكنه استواء يليق بالرب عز وجل ولا تدرك عقولنا المحدودة هذا الاستواء ولا نستطيع أن نتخيل ولذلك أكبر وأصغر منه المماسة والمماسة ما تدخل بعقل أصلاً عقلك لا يدرك ذلك ولا يصح ولا يجوز لك أن تدخل في هذا لأنه شيء لا يمكن تخيله والله قال عن نفسه ولا يحيطون فيه علمه فكيف ستتخيل استواء الله على عرشه ما تمكن تخيلها أصلاً ولا أن تدرك الكيفية نهائياً ولذلك اقطع الأمل من أولاً اقطع الأمل عن إدراك كيفية الاستواء لكنك تعرف معناه في اللغة استواء ارتفع على خرص هذا معروف في اللغة ارتفع على العرش على على العرش استواء على العرش خرص نعرفها في اللغة ما هي ونثبتها لله كما هي لكن الكيفية ما ندركها لا يعلمها إلا الله وقول بعض يعني بعضاً في العبارة استوى بلا كيف خطأ بلا كيف معلوم لنا كيف معلوم له فإذن لا بد أن تفسر ما تبقى مجملة استوى بلا كيف معلوم لنا لا كيف معلوم لنا لا كيف معلوم لنا لكن فيه كيف معلوم لنا مثل الصفات الأخرى كوجهه ويده وأصابعه سبحانه نثبتها حقيقة لله سمع حقيقي بصر حقيقي أصابع حقيقية قبضة حقيقية يد حقيقية قدم حقيقية وجه حقيقي لكن كيف نتخيل لا يمكن لا يمكن والرحمن على العرش استوى لما سئل الإمام مالك رحمه الله عنها قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بذعة قال ابن القيم رحمه الله الأدلة السمعية المحكمة على علو الرب على خلقه واستواء على عرشه إذا بسطت أفرادها كانت ألف دليل إعلام الموقعين أدلة علو الله على خلقه وكتاب الذهب العلو للعلي الغفار فيه من الألف هذا ما فيه والعرش والكرسي حقيقيان وتفسيره بالملك والسلطان تحريف لأن بعضهم يرفضون إثبات العرش الحقيقي ويقولون كناية عن ملكه كناية عن سلطانه له ملك سلطان من غير عرش صح أقول له لا له ملك سلطان من غير عرش العرش حرش حقيقي فهو مخلوق عظيم حقيقي موجود قد استوى